تواصل وزارة الصناعة والتجارة جهودها في ضمان تطبيق القرار رقم 14 لسنة 2022 بشأن حضر تصنيع واستيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ الحملات التفتيشية الشاملة على المحال التجارية ونقاط البيع التي تتداول الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين وأظهرت الحملات التفتيشية مستوى الالتزام العالي بتنفيذ القرار حيث تم سحب 551 عين من أكثر من 500 محل تجاري وبعد اختبارها تبين بأن 83% من العينات المسحوبة مطابقة للمتطلبات ويتعدى سمكها 35 ميكرون في حين أن 17% من العينات تبين بأنها مخالفة للمتطلبات وسمكها لا يبلغ 35 ميكرون وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المخالفين علما بأنه توجد بعض الأنواع من الأكياس البلاستيكية مستثنى من هذا القرار وهي الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون وتلك التي تستخدم للأغراض الطبية بالإضافة إلى الأكياس المصنعة بغرض التصدير إلى خارج مملكة البحرين وأكياس القمامة ترجمة نانسي قنقر